صلاح الدين الايوبي وصقر قريش وعمر مسلسلات عظيمة شفناها بعين المخرج حاتم علي واللي غير شكل الدراما السورية وساب اثر كبير جدا على الشاشة المصرية بشكل خاص وعلى الشاشة العربية بشكل عام هنكلمكم النهاردة عن المخرج العظيم حاتم علي الى التفاصيل انا هايدي يوسري اهلا بكم اتولد حاتم علي في بلدة الفيق في جولان وفي عام 1967 اضطرت عائلته للنزوح بعد احتلال العدو لمرتفعات الجولان ووقتها ما كانش وصل عمره خمس سنين عشان يعيش مع اسرته الصغيرة في اطراف مخيم اليارموك اللي بيقع على بعد 8 كيلومترات من العاصمة السورية دمشق بدأ علي مسيرته الفنية والادبية بكتابة المصلحيات والقصص القصيرة بعدها اتجه للتمثيل والاخراج وتخرج في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المصلحية في دمشق عام 1986 عشان يبدأ بعدها اول مشوار فني له كموثل في مسلسل دائرة النار للمخرج هيثم حقي في اواخر التسعينيات توجه للاخراج وأخرج مسلسل الزير سالم اللي كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في مسيرة الفنية شارك في المسلسل كوكبة كبيرة من نجوم السوريين منهم سلوم حداد والراحل خالد تاجة وحابد فهد وسمر سامي وجهاد سعد وتايم حسن وقصاي خولي وكتير اوي غيرهم نجح المسلسل وخد اشادات كبيرة اوي عند عرضه في عام 2000 وعلى الرغم من مرور اكتر من عشرين عام على عرضه الا ان الحديث عن العمل ده لسه مستمر لحد دلوقتي كما اعلن الفنان الراحل في وقت سابق عن مشروع اعادة انتاج قصة الزير سالم في فيلم سينمائي وكان من المفترض ان الدور الرئيس كان هيقوم به الممثل السوري جمال سليمان اتميز علي في اخراج المسلسلات التاريخية بالذات زي مسلسل صلاح الدين الايوبي اللي تم الترجمته لاكثر من لغة واتعرض كمان في قنوات تلفزيونية كتير ومسلسل سقر قريش اللي بيعتبر الاول في سلسلة مسلسلات بتحكي عن تاريخ المسلمين في الاندلس بالتحديد انتقل علي بعدها لتناول التاريخ المعاصر في مسلسل الملك فاروق في عام 2007 واللي اهم تجسيد الدور الرئيس فيه هو الممثل السوري تايم حسن مع عدد كبير جدا من النجوم المصريين زي الراحل محمود الجندي وعزة ابو عوف ومنا فضالي وغيرهم من نجوم الدراما المصرية بيعتبر مسلسل عمر اللي تم انتاجه عام 2012 واللي بيروي سيرة الخليفة عمر من الخطاب بيعتبر المسلسل صاحب اضخم انتاج عربي واللي قابل نجاح كبير جدا في معظم البلدان العربية وكانت دي اول مرة بيسمح فيها بتجسيد اي شخصية من شخصيات الصحابة رضي الله عنهم في الاعمال التلفزيونية برز علي في الدراما المصرية واخرج عددا من المسلسلات المصرية من بينها طبعا تحت الارض وحجر جهنم وكانه مبارح وكمان اهدى اللي صار توجت اعمال حاتم علي بعدد من الجواز الفنية الكبيرة من بينها جايزة افضل مخرج في مهرجان القاهرة للاعلام العربي عن اخراجه لمسلسل الملك فاروق وجايزة افضل مخرج من مهرجان القاهرة للاذاعة وتلفزيون عن فيلم اخر الليلة عام 1996 وجايزة افضل مخرج من مهرجان القاهرة للاذاعة وتلفزيون عن مسلسل صفر عام 1997 وذهبية مهرجان البحرين عن مسلسل الزير سالم في عام 2000 اخيرا رحم الله المخرج الرائع حاتم علي بكده تكون خلصت حلقاتنا النهاردة اللي متكلم فيها عن المخرج حاتم علي ما تنسوش تشاركونا بقراءكم وتكتبونا في الكومنتات عن افضل عمل فني شفتول المخرج الكبير الراحل الرائع حاتم علي شكرا جزيلا لحص المتابعة في امان الله اشتركوا في القناة 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 شكرا